الهاكم التكاثر يعني شغلكم تكاثر الأموال والأولاد ومتاع الدنيا عن عمل الخير وعن الاستعداد للآخرة حتى زرتم المقابر يعني حتى أصبحتم أمواتا في المقابر وسميت زيارة لأن سكناها مؤقتة كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون يعني كلا ليس الأمر كما تظنون أنكم خلقتم هملا سوف تعلمون أن هناك حساب كلا لو تعلمون علم اليقين يعني لو تعلمون علم اليقين لآمنتم وانتبهتم ولما ألهاكم هذا التكاثر عن الآخرة لترون الجحيم يعني راح تشوفوا نار جهنم ثم لترونها عين اليقين راح تشوفوها بأعينكم بدون أي شك ثم لتسألون يومئذ عن النعيم النعيم المي البارد ولذة النوم وشبع البطون إلى آخره من النعم ستسألون عنها يوم القيامة ويل لكل همزة لمزة هذا الويل قيل هو وادي في جهنم وقيل هو تهديد أكيد ووعيد شديد لكل واحد يصخر من الناس ويطعن ويستهزئ بهم الذي جمع مالا وعدده الذي جمع المال استكثارا ولم يؤدي حق الله فيها ما عطل المساكين يحسب أن ما له أخلده يفكر هالمالي اللي جمعه راح يأخلد بالدنيا كلا كلا مو متل مع مفكر لا ينبذن في الحطمة يعني لا يقذفن في هذه الحطمة النار التي تحطم كل شيء وما أدرى كما يعني وما أدرى كما يا محمد ما الحطمة استفهام عنها لتهويل أمرها نار الله المقدة يعني المشتعلة التي تطلع على الأفئدة تعلم مقدار ما يستحق كل واحد منهم من العذاب هذه النار تصل إلى قلوبهم لتحرقها إنها عليهم مؤصدة يعني مغلقة مطبقة في عمد ممددة بأعمدة من نار ممددة هذا والله أعلم